دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين أتحدث معكم اليوم بعون من الله وتوفيق ومدد عن مرض ما دخل في بدن إلا أهلكه ولا في أمة إلا ضيعها ولا في علاقة إلا خربها ولا في أسرة إلا شتتها أتحدث عن الحسد الذي قال عنه ربنا ومن شر حاسد إذا حسد وقال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم العين حق العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر تخيل أخي الحبيب معنى كلمة الحسد أي تمني زوال النعمة من عند الغير الحاسد هذا يتمنى ألا يرى نعمة عند غيره سواء كان على ملته أو على غير ملته هذا الحاسد يبغد نفسه ويبغد كل نعمة يراها عند غيره من الناس على اختلاف أنواعهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف لغاتهم طب ربما يسأل سائل ويقول هل يحسد المؤمن؟ نعم الدليل على ذلك سئل الحسن البصري سأله رجل من الناس فقال يا إمام هل يحسد المؤمن؟ قال أو نسيت بني يعقوب أي إخوة يوسف ولكن غمه في قلبك ولا تعدو به يد ولا لسان لا يضرك أي أن المؤمن إذا جاءه حسد ونظر إلى رجل بعين فيها البغضاء والكراهية والحقد فليتذكر أن هذه نعمة أنعم الله بها عليه فليقل ما شاء الله تبارك الله الله معنا لأستاذ أوليق سلام عليكم يا شيخ سلام عليكم يا أستاذ أوليق عليكم السلام يا شيخ لو سمحت يا شيخ أنا تعبانة كشفت عند التقاطرة كلها وما فيش يعني قالوا لي تعف في معدتك وتعف في الكولون وعملت كل التحاليل والرشعات والحمد لله كويسة بس أنا على طول محسودة وعلى طول تعبانة ونفسيتي تعبانة وبأم النم مبزوع ومعيني بصل وبقرأ وعرفة ربنا يعني بس الناس مستيبان في حالي ده ستة ما شاء الله عليها ده ستة جامدة ده ستة مش عارفة إيه فأنا تعبتك صراحة وبقالي شهر كده في البيت نفسيتي زي الزفت ومش عارفة أطلع من لنا فيه ونفسيتي تعباني مش عارفة أعمل حتى أركز في شغل بيتي أو أعمل لأولادي لؤمة وعند بيتي مريضة شوية بأخدمها ما نشعرف أخدمها فأنا تعبتك والله مش عارفة أعمل إيه شيء طب يا أستاذ أولياء بتقرأي الأذكار في معتها أذكار الصباح والمساء بتقرأيها في معتها لا أنا بسبح بسبح بس ما بقرأش أسكار وبقرأ قرآن كل يوم بقرأ قرآن أجيبك إن شاء الله يا أستاذ أولياء أي سؤال تاني لا شكرا بس عايزة تفيدني لأننا نفسيتي صراحة مش عارفة نفسيتي تعبانة جدا مش عارفة أعمل إيه مش عارفة أتبه لبيتي ولا الأولاد من نفسيتي المسجدة عن أي حاجة مش عارفة أعمل أي حاجة طيب يا فاندم أجيبك إن شاء الله بالنسبة لأستاذ أولياء والسؤالها أن هي دايما مريضة وبيتصلي أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو سعيد الخدري قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو تشتكي يا رسول الله قال نعم أشتكي قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤزيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك هذا هو الدعاء الأول ثم بعد ذلك وجب عليك أن تحافظي على صلاة الفجر الصلوات في جماعة وبخاصة صلاة الفجر لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة وفي رواية من صلى الصبح في جماعة فهو في زمة الله والحجاج بن يوسف الثقفي في يوم من الأيام قال لسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يا سالم قال لبيك يا حجاج قال خذ سيفك هذا واذهب إلى هذا الرجل فاقتل فذهب إليه سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال للرجل أصليت الصبح في جماعة أيها الرجل قال له نعم قال إذن أنت في ذمة الله فانظر إلى أي الطرق أيهوة شئت فاهرب منها فلن أصيبك بضر ولا بأذى إن شاء الله فلما عاد إلى الحجاج بن يوسف فقال له أقتلت الرجل قال له لا لم أقتل قال له ولما قال لأنه صلى الفجر في جماعة ومن صلى الصبح في جماعة كما قال النبي فهو في ذمة الله فكيف أقتل رجلا في ذمة الله يعني سبحان الملك معك الدواء أيها المشاهد الكريم الصلوات في جماعة أذكار الصباح والمساء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قالها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي ومن قالها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحاسد سبحان الملك هذا الرجل يصل إليه حسده قبل أن يصل إلى المحسود الدليل على ذلك كان هناك رجل يسمى بكر بن عبد الله يروي لنا قصة يقول فيها كان هناك رجل يجلس عند ملك من الملوك فيدخل عليه في كل يوم ويقول له أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته فإذا برجل من الناس يحسده فذهب إلى الملك وقال أو تدري فلان الذي أدنيته من مجلسك ويأتيك في كل يوم يقول عندك الحكم ويقول أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته قال نعم أعلمه من الصالحين إن شاء الله قال يقول عنك أنك رجل أبخر أبخر يعني تخرج منه رائحة كريهة من فمه فغضب الملك وقال أنا أنا يقال عني هذا اذهب حتى أنظر في هذا الأمر وفي هذا الشأ ثم أرسل إلى هذا الرجل الصالح وبينما الرجل في طريقه إلى الملك قابله الحاسد وقال أستحلفك بالله تعالى لتأكل عندي أما دعوتك لتأكل عندي مرة فإذا به يقول له أنا أجيبك إن شاء الله فلما ذهب عنده جعل الطعام عبارة عن ثوم وبصل فأكل الرجل تحرجا أكل هذا الصالح تحرجا حتى لا يصيب الرجل بالإحراج أكل الثوم والبصل وهذا به وهو في طريقه إلى الملك قال أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته فإذا بالملك يقول له أدن مني أي اقترب فلما دنى من الملك وضع يده على فيه حتى لا يشم الملك هذا منه رائحة كريهة فإذا به يتأكد من هذه الوشاية ثم أمسك بالورق وأمسك بالقلم وكتب وكان الملك طيب معنا الأستاذ أحمد من البحيرة السلام عليكم أستاذ أحمد الله اصطرك الله بارك في عمرك يا رب الله اصطرك يا وسأحمد ربنا بارك في عمرك إن شاء الله بس سؤال بسيط طرق الوقاية من الحسد إن شاء الله ورينا جعلك زخرا لإسلام الله ما أمين يا رب بارك في عمرك يا وسأحمد وجيبك إن شاء الله ثم إذا به يقول له ائتوني بالمدوات والقلم أي الملك فكتب وكان الملك لا يكتب إلا بصلة أو جائزة فكتب في هذه الورق حامل الورق أو حامل رسالة الملك يقتل ويذبح ويصلخ ويحشى جلده بالتبن ويرسل إليه فإذا به يأخذ هذا الورق وهذا المختوم من الملك ويخرج وفي طريقه قابله الحاسب قال إلى أين قال كتب لي الملك إما بجائزة أو صلة قال هفهلي أستحلفك بالله إني أستوهبها منك قال هي لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإذا به يذهب إلى عامل الملك فقال العامل بعدما قرأ رسالة الملك أو تدري ما فيها قال إما صلة وإما جائزة قال لا والله بل حامل الرسالة يذبح ويصلخ ويحشى جلده بالتب ويرسل إلى الملك قال الله الله راجع الملك الرسالة ليست لي قال ليس لأمر الملك مراجعة ليس لأمر الملك مراجعة فإذا به يذبحه وإذا بالرجل الصالح يذهب ويدخل على الملك في اليوم التالي قال أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته فقال أولم تذهب إلى عاملي قال لا والله قابلني فلان صديق لي استوهبني هذه الجائزة فأعطيتها له قال سبحان الله هذا الرجل صديق لك وكان يقول عنك الوشاية بأنك تقول عني أني رجل أبخر قال أنا أقول عن الملك هذا لا والله ما قلت هذا الكلام قال ولما وضعت يدك على فيك عندما دنوت مني بالأمس قال كان قد أطعمني ثوما وبصلا فخشيت أن تشم مني رائحة الثوم ورائحة البصل فقال الله الله ما أعد للحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود صدقت أيها الصالح أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته معنا لستة نوها من الشرقية السلام عليكم لستة نوها السلام عليكم سيح عزيكي سيخ الله يسترق عايزة أسأل أني الجواج نصيب أم اختيار الزواج نصيب أم اختيار أه تمام تمام سورة البقرة تمام بس كده شكرا إن شاء الله أجيبك إن شاء الله يا أستاذ نوان إن شاء الله أجيبك بإذن الله سبحان الملك ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب فجزاك ربي فجزاك ربي أن زادني وسد عنك باب الطلب وسد عنك باب الطلب يا سبحان الملك يعني الحاسب هذا ربما حسد ولده ولده أي وربي أي وربي وربما حسد نفسه لما لأن الله قال في كتابه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله والحبيب النبي يقول إذا رأى أحدكم من ولده ما يحب فليبرك عليه يعني يقول ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبحان الملك ها هو رجل يسمى سهل بن حنيف ومعه صحابي آخر يسمى عامر بن ربيعة أتدري أنا لا أهرف بما لا أعرف صحابيان من صحابة رسول الله وكانا في السفر مع رسول الله قام سهل بن حنيف إلى المراحيض ثم قام إلى الحمام فاغتسل وكان ساترا لعورته فرآه عامر بن ربيعة فقال له لم أراك جسدك اليوم ولا جلد مخبأة ولا حتى امرأة لم ترها الشمس فإذا به يسقط مغشيا عليه يا الله صحابي حسده صحابي حسد صحابيا آخر إي وربي فإذا به يحمل إلى رسول الله فلما رآه النبي علم أنه محسود فقال النبي لأهله ولأصحابه ولذويه هل تتهمون من أحد قالوا نعم نتهم عامر بن ربيعة قال له لم أراك جسدك اليوم ولا جلد مخبأة فإذا به يقول ما حملك أن تقتل أخاك يا عامر لماذا لم تبرك عليه لما لم تقل ما شاء الله تبارك الله قم فاغتسل لأخيك وهذا نوع من أنواع العلاج يا أستاذ أحمد لأن الأستاذ أحمد يسأل أحمد من البحيرة يسأل فيقول ما هي طرق العلاج والوقاية من الحسد وهو نوع من أنواع العلاج أن يغتسل الحاسد للمحسود معنا أمهنا سلام عليكم أمهنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله أرزكي تخذي لي بس بالزرية الصالحة يا شيخ أسأل الله أن يرزكك الزرية الصالحة التي تكون عونا لك في الدنيا وفي الآخرة وأكثر يا أمهنا من الاستغفار وأكثر من الصدقة وأكثر من الصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فإن شاء الله يا أمهنا كده أكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي ومن الصدقة وإن شاء الله سترزقين بالذرية الصالحة إن شاء الله وقولي لزوجك أن يقول هذا الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أي سؤال تاني يا أمهنا معنا المملك سلام عليكم أمملك أيو عليكم السلام سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله لو سبحت يا شيخ أنا كنت عمل مرارة في رمضان من سنتين تقريبا وفترت يعني 22 يوم في رمضان فأنا حاليا تعبانة أنا لسه سنة صغيرة عند 32 سنة فمش عارفة يعني أطلح فلوس ولا أصوم الأيام دية لما ربنا يشفيني لأننا تعبانة شوي طيب التعب اللي عندك يرجى برقه يعني إن شاء الله الدكاترة مبشرينك وبقولولك إن شاء الله ربنا هيلبسك تاج الصحة والعفية وتبقي كويسة وصحيتك كويسة بقول لي أنت كويسة وشوية وقت بس كده وهتبقي كويس لا إن شاء الله تقضي ما عليك يا أم ملك تقضي ما عليك بالصياء لو سامحتي يا شيخ أنا يعني نفسي تعبانة أنا نفسي عايزة صومهم عايزة صومهم عايزة يعني مش عارفة طيب لا صومهم متفرقين من شرط يكون وراء بعض يا أم ملك ما شيخ ربنا يعينك يا رب وتقبل منك وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبسك تاج الصحة والعفية أنت ومرض المسلمين والسامعين والمشاهدين الكرام يا رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليك الحسد يعني سبحان الملك ما دخل إلى بيت إلا خربه وما نزل إلى بدن إلا دمره أو تدري أخي الحبيب أن الحاسد ربما حسد نفسه وأهله أو حسد ولده أو ماله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبك من أخيك أو من نفسك أو من مالك فادع له ادع له قل اللهم بارك له اللهم بارك له وزده وعطني مثله يا رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها للناس أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا صفا سلام عليكم عليكم السلام يا شيخ اتفضلي حضرتك أصد صفا أهي وابقول له حضرتك أنا ما عندما يستوى لها حاجة بس أعود أدع لحضرتك دعاء ممكن اتفضلي يا أصد صفا يا أيها الشايف الجميل ربي يرزقك ذكر الجليل وينام عليك بالرزق الكثير أمين يا ربا رزق من أن كل عين تؤذيك ويسعدك بالكلام الجميل ويهديك لردى الرحمن الرحيم أمين يا ربا وينفع بك أمة حبيب العالمين ويجعل عملك في ميزان الحسنات على الدوام يا أرحم الرحيم أمين يا ربا أمين يا ربا والله ارتجف القلب وكاد الدمع أن ينزل وأن يزرف من العين جزاك الله خيرا وأسأل الله العظيم أن يبارك فيك وفي أهلك وفي زويك وفي المشاهدين الكرام إنه ولي ذلك والقادر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعنف عامر بن ربيع ويقول له ما حملك أن تقتل أخاك يا عامر قم فاغتسل لأخيك فقام فتوضأ فإذا به يؤتى بالماء لرسول الله فقال ضعوا هذا الماء على عاتق سهل بن حنيف فقام كأنه بعير انفض من عقاله يعني عندما تعرف الحاسد أطلب منه أن يغتسل لك فإذا قال لك أنت نست نفسك هو أنت عارفنا مين وانت مين أنا أحسدك أنت ده أنا صاحب الأطيان وصاحب الأموال أقول لك أمرا آخر اعزمه على كوب من الينسون أو حتى القهوة عارف الزوج أو العقابة أو ما يتركه في الكوب خذ هذا الكوب وضعه على الماء ثم اغتسل به تشفى وتبرأ بإذن قيوم السماوات والأرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر الحاسد فيقول اثنان من أهل النار اللهم لا تجعلني منهم ولا السامعين ولا المشاهد الكريم يا رب العالمين قل آمين آمين يا رب العالمين الحاسد والحاقد الحاسد هذا استحق أن يكون من أهل النار أخي الحبيب أو تدري أن هناك ملك من الملوك كان عنده اثنان من الحساد في المملكة فهو يجلس مع وزرائه فقال لهم عليكم السلام سمحك يا شيخ عزك تدعي لأنا ليه ثلاث شهور ما بنامش أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الروحة والعافية وأن ينعم عليك بالصحة يا رب العالمين طب ليه من يتنويش وعندي وسوسة على طول يا شيخ وما فيش يوم عندي غير بالعلاج حد رقاكي عملت رقية شرعية عند شيخ راي المحترم لا ما عملتش أي حاجة غير رحت لدكاترك مخو أحسابي يدوني عناج ويقولولي توتر عصبه طب أنت بتسمعي قرآن كويس؟ بسمعي قرآن كويس وبصلي وبصيم وقرى قرآن وقرى سورة البقرة وشغل القرآن لحد الصبح وقرى كتير يعني أبشيري أبشيري إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبسك تاج الصحة والعافية وأن ينعم عليك بالراحة البدن وراحة البال إنه ولي ذلك والقادر عليه كان عنده هذا الملك كان عنده رجلان من الحساد فقال للوزراء والحاشية والجنود أتدرون أن الحاسد يكره نفسه؟ قالوا الحاسد يكره نفسه لا يمكن هذا الرجل الذي يتمنى الخير الذي عنده فلان لو فلان عنده سيارة يقول لك نفسي يكون عندي سيارة زيها لو عنده رصيد في البنك يقول نفسي يبقى عندي رصيد في البنك وهذا الرجل أراه فقيرا شحاتا يسأل الناس على أبواب المساجد قال سأثبت لكم ائتوني بفلان وفلان من الحساد فمثلا أي الحاسدان مثلا أي الحاسدين مثلا أمام الملك فقال الملك فليتمنى علي أحدكم أمنية أعطي الآخر قدرها مرتين أي إذا قال الأول أريد ألفا من الجنيهات الثاني يأخذ نعم يأخذ ألفين وإذا كان نعانهم محمد سلام عليكم محمد عليكم السلام أنا ما عليش الصوت مش واضح يوم محمد حاولي تحركي في مكان يكون فيه شبكة طيب حاولي يوم محمد معلش عشان في الشبكة حاولي تكلمينه مرة تانية ان شاء الله ما يش يوم محمد ما يش يوم محمد فإذا بهذا الرجل أي الملك يقول للحاسدين فليتمنى علي أحدكم أمنية أعطي الآخر قدرها مرتين فقال الحساد لو تمنيت مالا لكان هذا الثاني أكثر مني لو تمنيت عقارا لكان أغنى مني لو تمنيت زوجة لكان أكثر مني أي فقال فارتفعت الأصوات كل منهم أن يريد أن يكون صاحب المرتبة الثانية أي الأغنى والأسرى والأكثر مالا فإذا بالملك عندما ارتفعت الأصوات قال اصمتع لا ترتفع الأصوات عندي ثم اختار أشدهما حسدا وقال تكلم أنت يا فلان فإذا به يقول أيها الملك افقأ لي عينا يا الله فإذا فقأ له عين أصبح الثاني نعم أصبح أعمى إن الحاسد يكره نفسه كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله إن لم تجد ما تأكله حصنوا أولادكم لأن العين تسبق إلى الأولاد الحبيب النبي يدخل على السيدة أسماء فيقول لها يا أسماء ما لي أرى أولادك عندهم صفرة يعني مرضى يعني ضعاف يعني هزال يعني لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يرتاحون لا يتمتعون لا يظهر عليهم أثر النعمة والعافية قالت تسبق العين إليهم يا رسول الله فقال الحبيب النبي ارقيهم يا أسماء قالت ارقيهم أنت يا رسول الله قال بل ارقيهم أنت يا أسماء نعم كيف رقتهم السيدة أسماء تعالي على أولادك اقرأ الإخلاص قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم امسحي على جسم الأولاد إن شاء الله يكون فيه الشفاء ويكون فيه العافية بل هذا الدعاء هدية في هذه الحلقة من العبد الفقير على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا الحسن والحسين يا أبنائي طيب معنا لسيدة حسناء السلام عليكم اتفضل يا حضرت طيب معلش ناخد الحاجة فايزة عشان اتصال القطع نعم السلام عليكم عليكم السلام ممكن أستطفى فضال يا حضرتك بص بابا توفى وصيب ولدين وبنت تمام فالولد الأولاني مع ولد والتاني مع بنت تمام وطبعا أعوذ بالله من كلمة أنا وأنا تمام فاتوفوا فعم اللي هو مع بنت هل يحق لي إن أنا أورش فيه وابن أخويا يورش فيه انت ان شاء الله تذهبي لأقرب ضر فتوى تذهبي لأقرب ضر فتوى حيدوك ان شاء الله الفتوى مختومة بإذن الله السيدة فايزة ان شاء الله طيب ان شاء الله حاول اتصال لسيدة حسناء لاتصال قطع قبل قبل هذه المكالمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ويحذر الحاسد بأن الحاسد من أهل النار يجب عليك أن تحذر أخي الحبيب ولا تقول بأنه ربما حسد الفقير فحسب لا والله بل الغني يحسد الغني صاحب المال وصاحب الثروة وصاحب الشركات والمصانع نعم إيه ورب يحسد عروة بن الزبير سيدنا عروة عنده ولد يسمى محمد كان جميل الوجه فإذا به يلبسه أجمل الثياب ثم يضع له أطيب الطيب ثم يدخل به على ملك من ملوك بني مروان يدخل به على الوليد ابن عبد الملك فنظر إليه الوليد ابن عبد الملك دون أن يدعو له أو أن يبرك عليه يعني دون أن يقول ما شاء الله تبارك الله اللهم صلي على النبي محمد إنما نظر إلى الولد فقال ما هذا الجمال يا الله اتق الله اتق الله في أولاد الناس اتق الله في النعم التي أنعم الله بها على الناس وعلى خلقه وعلى عباده إنما قال له وما هذا السوب الطيب وما هذا الريح الطيب فخرج محمد ابن عروة بن الزبير من عند الملك من عند الوليد ابن مروان بن عبد الملك فإذا به يخرج إلى استبل الخيل فركلته الخيول فضقت عنقه فمات فربما تقتل ولدك إذا لم تقل ما شاء الله تبارك الله بل أقول لك كان هناك رجل أعمال ورجل الأعمال هذا مصري كان يركب في طائرة ويسافر إلى أمريكا وإذا به طيلة السفر يرى مضيفة ما شاء الله نحله يعني حركة لا تكل ولا تمل في الطائرة فإذا به يقول لأخيه الذي بجواره وهذه القصة على لسان أخيه قال له أما البنت ديلو سكرتير عندي كنت هب أغنى رجل أعمال في مصر فإذا به يسمح صراخ من داخل مطبخ الطائرة قال ما الذي حدث قالوا سقط الماء على جسم هذه المضيفة وحرق جسدها يا الله اتق الله هذا اللسان اتق الله فيه طب ربما تحسد رجل على نعمة المال اسأل ربك يا رجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اجعل عندك اليقين نعم اليقين بما حققت التوكل يا حاتم أي سيدنا حاتم الأصام يسألونه بما حققت التوكل قال بأربعة أشياء علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي الله أكبر وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزادة للقاء ربي أو تدري أن الحبيب النبي يقول معظم أمتي يموت من العين بعد قضاء الله معظم من يموت يموت من العين أي من الحسد فاتقوا الله في الناس اتقوا الله في الناس واعلم تمام العلم أن هشام بن عبد الملك كان في رحلة حج يعني في رحلة سبحان الملك هذه رحلة طاعة حج إلى بيت الله الحرام اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام أنا والسامعين والمشاهدين الكرام ومن أمن وقال آمين يا رب العالمين فإذ معنا أمو مريم السلام عليكم أمو مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أنا شاهد إخوانينا غير الجزاة الله يسكرك أمو مريم أسعني أسأل حضرتك سؤال بالنسبة لأولادي أنا برقيهم وتعبوا أتعبانا وعبت تاوي وبرقي نفسي فأم سمحت من فيه حديث عن الرسول عليه السلام بسلام تتذكر الحديث أنه مني أني أنت ترقي حد يعني بتحرم عليه الجنة لو أنا حد طلب مني أن أنا رقيه فالحديث صحيح ولا أرقي عادي هو حبيبك النبي أمو مريم يقول من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لا يرقون ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لذلك حبيبك النبي لو أنت بتشاهد الحلقة معنا من الأول قال للسيدة أسماء ارقي أولادك قالت ارقيهم لي يا رسول الله قال بل ارقي أولادك يعني يا من أنت تمسكي كده سبحان الله قولي أعيذكم بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أرقيكم من شر ما يؤذيكم ومن كل عين تؤذيكم الله يشفيكم وتقرأ الإخلاص والفلق والناس وأسأل الله أن يبرك لك في أولادك معنا الأستاذ مونة السلام عليكم أسأل الله أن يرزوكك الزرية الصالحة أسأل الله أن يرزوكك الزرية الصالحة أنت وكل من يريد من المسلمين وسبحان الملك يعني إثنين حاليا في الحلقة يطلبون الدعاء بالذورية الصالحة أقول لكم أقول لكم يعني تعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبحبل الرب العلي لما؟ لأن سيدنا موسى بن عمران تأتيه امرأة فتقول له يا كليم الله ادعو الله أن يرزقني الولد فقال يا رب ارزقها الولد فأوحى الله إلى نبيه موسى أنها عقيم لا تلد فقال لها أنك عقيم وقد سبق في الكتاب عند رب العالمين أنك لا تلدين فجاءت في العام القابل ولم تمل ولم تكل فإذا بها تقول يا نبي الله ادعو الله أن يرزقني الولد فدع الله فقال له ربنا قد سبق في الكتاب عندي أنها عقيم لا تلد يا موسى فذهبت وهي تبكي وجاءت في العام الثالث وهي تحمل ولد بين يديها وعلى صدرها فقال لها نبي الله موسى ولد من هذا؟ قالت ولدي يا نبي الله قال سبحان الله يا رب دعوتك في عامين سابقين أن ترزقها الولد وأخبرتني بأنه قد سبق في الكتاب عندك أنها عقيم لا تلد قال تأدب يا موسى أنا أقول عقيم وهي تقول يا رحيم يا رحيم فسبقت رحمتي قضاء وقدري فأكثر من الاستغفار وأكثر من الدعاء هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب استعصموا بالله وأسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه الرضا يكفيك من الحسد طيب معنا الأستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت مولانا الحسد أو النظرة ممكن تخلى الواحد يتكاسل عن العمل أو الصلاة وكده ويحاول يتوقف ويوقف عن الشغل ولا ده بيبقى بالنسبة لي واكتفاء ذاتي مع أنه يعني يدعو بالبات طاعة ماشي ومكف يسرته وما فيش مثلا الدخار أو كده بس فيه تكاسل في الشغل وفيه مثلا برضو في نية عايزة صلي لدرجة إننا بحلم على طول إننا باعيزة صلي دايما 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 ودايما المتكثر على الصلاة طيب يا أستاذ محمد ولا عمل نفسك كلا ما يتفضل حضرتك بترقي نفسك ولا لأ لا ما راتش نفسك بك طيب حضرتك تقرأ أذكار الصباح والمساء ولا لأ لا مش مدوم علي مش دايما يعني أنا بينه بالنفس كده أحيانا بسكر ربني بينه بالنفس لكن مش مدوم علي لا نصيحة لحضرتك أنك إن شاء الله تحافظ على الصلاة في جماعة ثم بعد ذلك تقرأ أذكار الصباح والمساء ثم بعد ذلك ترقي نفسك أرقي نفسي بالإخلاص والفلق والناس وأدعية النبي اللي علمهن صلى الله عليه وسلم وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلي تمام ياس محمد وإن شاء الله ستجد النشاط واعلم تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضرب الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث ضربات أو ثلاث عقد أو يعقد الشيطان كما قال النبي على اختلاف الروايات فإذا قام فذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت العقد الثلاث فأصبح طيبا نفسي نشيطا وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلانا فأصيك بوصية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنت والسادة المشاهدين أنك إذا تحركت من نومك وقمت من نومك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور لا إله إلا الله ثم تتوضأ ثم تصلي أي تصلي الصبح قبل بزوغ الشمس قبل أن تشرق الشمس عندها تصبح طيبا نفسي نشيطا إن شاء الله معنا الأستاذ ياسمين سلام عليكم أستاذ ياسمين الله يسطورك يا أستاذ ياسمين عايزة عرف سلال القيامة صحيحة يعني بنقول صور صغيرة أو صور كبيرة تاني سؤالك يا أستاذ ياسمين صلاة طيب تمام اسمعتني آه سمعت حضرتك يا أستاذ ياسمين صور صغيرة أو صور كبيرة وفضل السيان في شهر رجب وشعبين تمام يا أستاذ ياسمين تمام تمام شكرا بالنسبة للصلاة صلي بما فتح الله عليك يعني رجل يحفظ القرآن كله فليمر على القرآن كله وليسمع نفسه وليسمع أهل بيته وليسمع من يصلي خلفه إن شاء الله أما إذا كنت لا تحفظين إلا القليل من القرآن فصلي بما شرح الله صدرك به وبما تحفظين من القرآن والصلاة مقبولة إن شاء الله أم نعانى الأستاذ أحمد سلام عليكم أستاذ أحمد رحمة الله فضل أستاذ أحمد سلام عليكم أنا أسعدت بك والله سيدنا الشيخ كلامك حلو ربنا أديك الصحة يا رب والله ده من زوق حضروتك والله كلنا ساعدين بك والله سيدنا الشيخ ربنا بارك في عمرك ربنا بارك فيك رب وطبك قدوتنا إن شاء الله رب العالمين هو حلقة حلوة بإذن الله أمين يا رب أمين شكرا سيدنا لك سؤال يا أسحمد لك سؤال حضروتك أنا بس 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 نتكلم معك بس يعني أنت رجل المئة مئة اللهم اغفر لي ما لا تعلمون واجعلني كما تظنون اللهم اغفر لي ما لا تعلمون واجعلني كما تظنون الحسد أخي الحبيب تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طرقا للوقاية من هذا الحسد بأنك تحافظ على الصلوات ثم تحافظ على الأدعية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين فيقول أعيذكم بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة ومن طرق العلاد أن يرضى الحاسد بما قسمه الله له يا سبحان الله يا أخي تنظر لهذا في ماله فربما أعطي المال وحرم من الذرية وكان هناك رجل أي رجل أعمال مر على مجموعة من الناس يعملون في الحقل في وقت الظهيرة عليهم العرق شديد والتعب بلغ بهم مبلغا عظيما فقال أحد العمال آه دي ناس العيشة مش احنا بن سف طراب فإذا بهذا الرجل يسمع الكلام فقال للسائق أستأذنك يا ابني ارجع لورا شوية ونزل سلام عليكم يا رجالة الله يجويكم من اللي قال الكلام هذا فطبعا سكتين قال أستحلفكم بالله والله ما نعمل له حاجة من اللي قال هم دول الناس العاشين فقام واحد فيهم وقال له أنا أعجنه أنا أستاذنه فقال له تعال يا ابني أنت عندك أولاد قال عندي أربع من الأولاد قال عندك أي مرض من الأمراض المذمنة قال صحة زي الحديد بس بسف طراب مش لدي آكل فقال له إيه رأيك يا ابني أنا رجل أعمال كبير جدا عندي أرصدة في البنوك وشركات ومصانع بس أنا رجل مسنة عندي ستين سنة زرعت الكلة وأنا قمت بزراعة فص من الكبد وعندي أمرات كذا وكذا وأنا عقيم إيه رأيك يا ابني تاخذ اللي عندي واخذ اللي عندك قال له يا عم الحق لا روح رضيت بما قسم الله لي فارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس وإذا رأيت نعمة على الناس قل اللهم بارك لهم يا رب العالمين في أموالهم وأولادهم وما يملكون حتى يقول الملك ولك مثله بإذن الله وسبحان الملك دخل رجل وكان يسمى هشام بن عبد الملك وكان في رحلة حج فقال لمن معه اذهبوا فانظروا من في مسجد رسول الله شفوا من اللي بيصلي في هذا الوقت المتأخر في مسجد رسول الله فذهب الجنود فوجدوا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رجل كبير مسن إلا أنه نشيط قوي البدن قال اتوني به فرأاه هشام بن عبد الملك فقال له ما اسمك قال سالم بن عبد الله بن عمر فقال له كم عمرك قال جاوست الستين عاما قال وأنت بهذه القوة انت عندك ستين سنة وصحتك عملك هذا يا ستين يا رب لم يقل ما شاء الله تبارك الله لم يقل اللهم صلي على النبي محمد قال له ما تأكل انت بتأكل عشان ناكل زيك قال له أنا آكل آكل الزيت والخبز أنا آكل الزيت والخبز قال أو تشتهيه أو تشتهي الزيت والخبز قال لا آكل حتى أشتهي فنظر إليه وقال صحة وعافية وعمر طويل فأصابته الحمى ومات على إثرها يا الله ماذا تقول لربك لو تسببت في قتل مسلم لو تسببت في قتل طفل لو تسببت في قتل المسلمين من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عندما تنظر إلى رجل أنعم الله عليه بنعمة فإذا بك تنظر إليه بعين الحقد والحسد وتتمنى زوال النعمة تعالى لنفسك وقل يا رب سامحني والله لا تعدو بها يدي ولا يعدو بها لساني وأسأل الله أن يبارك له وأن يرزقني مثله يا رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وكان سيدنا حاتم بن الأصم عنده بنات سبع وأراد أن يرتحل إلى رحلة الحج حتى ترضى بحالك أخي الحبيب فقال لأولادي أريد أن أرتحل رحلة الحج فقالوا له لا ترتحل يا أبانا ونحن فقراء لا عائلة لنا إلا أنت فقالت الصغرى يا أبي ما عهدناك إلا أكالا ولم نعهدك رزاقا فإذا ذهبت أنت وأنت الأكال بقي الرزاق وهو الله معنا اتصال السلام عليكم تفضلي السلام عليكم مين معايا أنا محمد رقية اتفضلي يا أمو محمد أنا أكثر في العلاج يا ده بأخذ العلاج يا ده ما فيش يخلى روح أنا مروش وأنا أحسن من طبعي حسد جالي طب واحدة واحدة كده حضرتك بتاخد العلاج وبتحس أن أخذ العلاج وما أرتح يوم اثناني وبعد كده أرجع تاني تاعباني تمام تمام محمد طب في مرض عضو معين والله هو أنا عند الغدروف بس أنا الغدروف مش تاعدني قد ما جسم كله تاعدني من ده في الرجل مش عرض طب انت بتصلي كويس يا محمد بس ألي ما يكبش ولا فارج وقم المال وضون الأفكار عدد خلق ورزا نفسه زيت عرش ومدد كلماته عدد من ذاكره وزاكرون وغاية العن والغاسلون وعدد تكون وعدد مكان يكون كل تسبيحة والصفات بطع زوجك يا محمد خلي زوجك يجعيليك يا محمد ليك أم خلي أمك تدعيليك يا محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنهم دعوة الوالدان لولدهما يعني سبحان الملك كان هناك ولد أو شاب أو رجل وكان عليه دين كثير فإذا به جاء عليه الحكم يا الدفع يا الحبس فقال له أحد المحسنين أولك أم؟ قال له نعم إي ورب عند أم؟ قال اذهب إليها فانظر ما تشتهي واجعلها تدعو لك فذهب إلى أمه وقال ما تشتهين يا أم؟ قالت يا بني والله لا أشتهي إلا أن تأتي لأختك بخاتم من ذهب فذهب ولم يكن معه إلا ثمن الخاتم ذهب إلى محل المجوهرات وجاء بخاتم الذهب فلما لبسته أخته دعت له أمه وقالت اللهم سد الدينة وأذهب همه وغمه وكربه وحزنة يقول والله في نفس اليوم جاءني رجل كان شريكا لي منذ سنوات بعيدة فقال لي خذ نصيبك هذا من المال قال نصيبي فضدنا الشراكة رجل ما بيننا انت جيت الجب علي وليه قال لا والله كانت هناك قطعة أرض وكانت هناك شراكة فيها وأنت تركتها لي فنظرت الله عز وجل ونظرت لله الواحد الأحد إن بيعت هذه الأرض فلك فيها نصيب فأما اليوم والله لم تباع إلا في هذا اليوم نعم إنها دعوة الأم فادعوا الله يا محمد اسألي أمك الدعاء واسألي أباك الدعاء واسألي زوجك الدعاء إن شاء الله ربنا يشفيك ويعفيك أنت والمشاهدين الكرام إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان الله فقالت الصغرى لسيدنا حاتم الأصم اذهب يا أبي فإنما عهدناك أكالا ولم نعهدك رزاقا فإذا ذهبت أنت وأنت الأكال بقي الرزاق وهو من نعم الله سبحانه وتعالى فإذا به يذهب انتهى الطعام انتهى الشراب جاع الأطفال فلاموا هذه البنت فجلست بينها وبين ربها وقالت يا رب ذهب أبي إلى الحج عندك في بيتك الحرام أو تنسانا يا الله أنعم علينا بالرزق يا أرحم الراحمين فسبحان الله في صبيحة هذه الليلة التي دعت فيها وقف أبو جعفر المنصور حاكم المسلمين على باب حاتم الأصم يقول لجنوده اشتد علي العطش اسألوا أهل هذا البيت أن يسقون من الماء لأنه كان في رحلة صيد ونفد الماء منه فطرق الباب وقال هذا الجندي نريد شرابا ولم يقل لأبي جعفر المنصور فجيئ له بكوب به ماء بارد فشرب أبو جعفر المنصور حتى ارتوى وشرب من معه من الوزراء فإذا بأبي جعفر المنصور يقول بيت من هذا قال حاتم الأصم حاتم الأصم أين هو حتى أسلم على هذا العالم الجليل قال هو في رحلة حج هو في رحلة حج قال حق علينا أن نعين أهله أدخل يده في جيبه وأخرج كيسا به دنانير ذهبية وألقاها في عتبة الدار وقال من أحب الملك فليفعل مثل ما فعل الأمير فقام كل الوزراء والحاشية وكبار الجنود حتى امتلأت عتبة الباب بالدنانير والذهب والفضة ولم يستطيعوا ولم يستطيعوا أن يغلقوا الباب فإذا بهم يفرحون لأنهم أصبحوا من أثرياء المدينة فإذا بها تبكي فقالوا لها تبكين وقد فتح الله علينا قالت لهم نعم أبكي لأنه نظر إلينا مخلوق فاغتنينا فما بالنا لو نظر إلينا أغنى الأغنياء وهو الله أقول للمحسود ولكل صاحب هم ولكل صاحب مرض يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوال